احنا بس بنتكلم عن انت انت اجبت المشمل بالموضوع عزيزه خالص يعني انت احنا شوفنا وكلنا شوفنا الفيديو يعني حاجة برضو ممكن تدل علي انه فيه التكبر شوية في وزيره او فيه تعب او او يعني استكتار بسرط الوزير يعني ده كين احنا بنتكلم عن الدخول وانت كوي مدرب على القط بيغيرك لمستواك مش كويس وتوفنا بالموضوع الاولان والموضوع الاولان انت مضايع هدفين قدام المرمى لو عايز لغيري احطها الجول يعني انت فين انت انت قاد الجمهور لا عمر الزمالي كان جمهور الزمالي في عمره ما هانطقت زيزو مين اللي بانطقت زيزو؟ الجمهور المنافس اللي هو الاهلي اما تيجي تتكلم عن زيزو ماشي انا معاك انت دلوقتي بتيجي تعاند في محمد النني وبطول مستوى وحش مين اللي بتتكلم عن محمد النني وبيقول مستوى وحش هو الجمهور الزمالي اه عشان محمد النني من نشيء الاهلي فانت متيجي تتكلم بتتكلم بالمطق خلي بالك الموضوع ده حلو جدا اللي انت بتتكلم فيه انك انت النهاردة اللي بينتقد اسامها اهلي وزمالك رغم ان ده منتخب مصر وده موضوع تاني يا جماعة يعني النهاردة يقولك ايه العبد المنعم وعشور فين الوطنية يا اهلوية احنا دينا الزمالي اقولك على حاجة يا صاحبي الراجل جميز بعد مباراة الزمالك وبرامد زعم الكارثة عتقولي ازاي عمل تلات تصريحات كلهم ضد بعض اتكلم في المؤتمر الصحفي بكل اهترام ما جابك سرط الاهلي اتكلم بعد المؤتمر الصحفي على قناة اون تايم سبورت ما جابك سرط الاهلي اخر اجا اتكلم على قناة الزمالك شوف اليه عكرا انت فلحت موضوع الوقوي قالك يا قالك احنا قدينا مباراة قوية انا معرفك انت زرالك والا اهلا وانا بتكلم ببيرد الله قاله ايا قالك ايه القناة الزمالك شوف الكلام اتغير اتغير لسه متكلم في المؤتمر وعلى اون دالت مرة غير الكلام قاله انت على قناة الزمالك رحمي غير الكلام قالك ايا احنا غصبا عننا احنا مضحيين بنلعب بالنشئين ادينا اربعة للمنتخب الولمبي غير فرع تانية ما رطيبش يضحي عشان بلدها ايه ايه يعني الراجل الراجل كأنهم بيردعوه يقول ايه طب اشمعنا جميز قال الكلام ده فقناك الزمالك عشان بيته لا وعشان هم محفظينه انه ده اللي بيرد المتعصبين في الزمالك لكن كلامه في المؤتمر كان محترم كلامه انا قلني كان محترم زي اللي انت بتقوله انت بتهاجم النني ليه تفيه تنزع لنا ان اللي جاب الهدف كوكة بتاعناه لي ايه اكيد اكيد ما انه جاء سوسفة ايه ايه كان بص والله والله يعني انا في حيرة يعني يعني انت مثلا لما تيجي واحد زي الشيبي ده يعني انا اخلي بالك سيد عبد النصر انا بقول منك الخبر وانزوله على صفحتي على التكتوب تمام لكن الخبر انت قلته لأستاذ كريم هو الرجل قال في القناة بتاعته انا سماعت كزا ما بص خلي بالك ده بيحكم القضاء يوم ما خلاص قال لك احنا هنقاضي على ذكره بالمناسبة الوطن نشر الخبر والوطن برضي تبع المتحدة فانت خلي بالك انا ما امنازل الخبر ده على صفحتي على التكتوب ما خلي بالك انت محمد هقولك حاجة محمد لو جاء بالصفحتي سبقاتي حينها تصبر موجودة خلي بالك انت قدام مشكلة كبيرة يا صديقي ان الناس عايزة ترضي السوشيال ميديا يعني مثلا هي اتلاقي نجم كبير يقولك يوميز ولا انا صح والاهلي باع المنتخب الوطني عشان حبت المنع معشور تقوله طب ما لي فربول مرضيش يدي صلاح ما ترزيجية نادي مرضيش ما كان العالم كله العالم كله مرضيش يدي النجوم ما تحرك تتبع على ذكره بالمناسبة وعلى مسؤولية هذا الكلام اللي اربعت طوء الزمالك اللي رقوا المنتخب الأولمبي راهوا في صفقة يعني هي عتسيبوا لربعة دول وعنقف جنبكم وكان المقابل ان الوزارة ضمنت وسهلت قرضة تمانية مليون دولار والمئة مليون جريع ايوه معروف فمش عايزين هدي الدعي وقنية عن فاضي انا بس اللي مدعيني انك انت تجوميز يا صديقي انك انت تتكلم في اقل من نصف ساعة في ثلاث أماكن على قناة عامة وتيجي على قناة الزمالك تدغدغ مشاعر الزمالكوية باللي بيرضيهم لان الزمالكوية قول الوعد زيزو يا سيد عبد الناصر هما كده يعني فيه تغيير في الأطوال على طول عشان يعني ضد معاه ودهره انت فاهمني انت انت دلوقتي عشرت الموضوع بتاع باع زيزو هقول لك الوستيد عبد الناصر كتاب دلوقتي هتطلع دلوقتي هقول لك كتابيه يعني ممكن هتطلع دلوقتي منصور او بيان عام من المتحد السلسف بالزمالك ان الوستيد عبد الناصر قال بتصريح ماه كذا على سوشيال ميديا لانا تابو ابو اعلن ابو قال ان احنا نستعد لجلسة مع الكابتن حسن لبيب انا بقول لك ابو ضغط على المستشار مرتضى بقوة هكان يودي قبر يوم الخمسة مليون دولار والنهاردة هما بيتغطوا بقوة هكان يمشوا كابتن عبد الناصر انت كلامك صح وكلامك خليبانك وخلي بالك عشان يكون عندك علم جوميز قال لو عايزين تمشوا لاعب انا موافق بس هتولي البديل يعني الناس الاخوة اللي بيسألوا في النايف على صفقات الزمالك الراجل قال لو عايزين تمشوا في الدين الجزيرة انا موافق انا حقول لك تركاز ده يا رجل اه ليه تواجهة ناصر ماير وعبد الله السعيد وخدت النص مع عين دولك نص مهاجم خلي بالك الكلمتين اه انا حقول لك دول خلي بالك توابط عبد الله السعيد خدته نص مهاجم تمام وهو ناصر ماير بيلعب خدته نص مهاجم ليه ده دليل ان زيزو ماشي زي ما قلت ترقى السعودية خلي بالك دولك اتنين موجدين يا فندم مافيش بدايل الراجل جوميز ما قدرك يسيطر على اللعيبة اللعيبة لولا الكابتر اسل لبيب رهلهم واحد معهم نص ساعة ما كانوا سينزلوا التمرين اي احنا مش هندحك على بعض هو انا مشكلتي مع اخواتي الزمالكوية انا بيضد الزمالك انا بقول اخبار يجي قولك ما بتقولش عن الاهلي طب اقلف الاهلي بتجيب الخبر بالحفية في الزمالك بيصقق من النوم يدو لك الاخبار اعمل ايه الاهلي قابل على نفسه ما بتحش خبار زي كده انا هو مسلا انت انا خدت منك الخبر الكيبي اما اما لجنة الادارة المنشطات رحت له وهرب منه انا خدت منك الخبر ونزل وخلي بالك بعد كده جابوه عمل البتاع ده اشكرك شكرا جزيلا يا صديق المحترم حبيبي انا متابعك ومع اي صفحياتي خلي بالك بحييك واي صبر خلي بالك انت بتنزيله الساعة ثلاثة ده شرف ليا انا انا باخده وانطه وانطه بلنزيله اصطب حبيبي ربنا يخليك حبيبي كابتن عبدالله مثلا انا معك انا بطلع معك جست بطلعني بجه عزي محمد اهو انا ما خلص محمد اللي بيه فهم الجست دي انا ما بفهمها اش حقك عليها حبيبي حبيبي شكرا جزيلا سلام